في العراق تتفاقم أزمة صناعة المال بفعل الفساد وترهل الهدارية حيث غدا أكثر قطاعا يواجه صعوبات تحيل البلاد إلى انهيار اقتصادي وشيك تعيين مصطفى غالب محافظا للبنك المركزي نحو خطوة فاعلة لإصلاح وتنمية قطاع غرق في مستنقع هدر أموال الدولة فالرجل الذي وضع الكاظم ثقته فيه يعد خبيرا ماليا ومصرفيا شغل مراصب كثيرة منها مدير عام دائرة القانونية في البنك المركزي يضع مركز الروابط دراسة علمية تحليلية معمقة تسقط الضوء على خريطة المال والأعمال التي يمر بها العراق ومآلات الخطط المطلوبة لإنقاذ قطاع أساسي ضرب في الصميم بفعل الحروب وفقدان المجتمع الدولي ثقته بالتعاون الاقتصادي وهروب المستثمر ما يفتح الفرصة أمام محافظ البنك في إحداث تغيير حقيقية في بنية الاقتصاد ومكافحة غسيل الأموال وفي طلالة سريعة على سيرة المحافظ الأكاديمية فهو حاصل على باكلوريوس القانون عام تسعة وتسعين ودبلوم الإدارة عام 2001 وماجستير القانون عام 2019 شغل مهاما عدا منها مدير عام دائرة القانونية في البنك المركزي وعضه مجلس استرداد أموال العراق وعضوا في فريق تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما تضم سيرة المحافظ السابق علي العلاق شهادة المحاسبة وإدارة الأعمال من الجامعة المستنصرية والدبلوم العالي في العلوم المالية من جامعة بغداد عام 1979 الخطوة التي قطعها الكاظمي في شوط مسيرة الإصلاح تترجم رؤية رجل الحكومة على وضع خبرات وكفاءات في مكانه الصحيح كما يخطط للعديد من إصلاحات في ملف الاقتصاد والمنافذ والفصائل المتنفذة بينما يعتبر الاقتصاد أهم ملف حيث يغرق العراق في مستنقع غسيل الأموال على يد فاسدين يؤخرون عجلة إصلاح بيت المال العراقي